السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور التاسع Science with Steady State Power Calculation ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الرابع لهذا المحور التاسع وهو معرفة الأبيرينت باور والباور فاكتور إذن انطلاقا من قيمة الجهد في التايم دومين وكذلك قيمة الطيار الكهربائي في التايم دومين استخرجنا في المحاضرات السابقة الفيزر للجهد والفيزر للطيار الكهربائي ثم استخرجنا قيمة الأفريج باور على هذا الشكل ورأينا في المحاضرة السابقة أن قيمة هذه الأفريج باور ممكن كتابتها عن طريق الأراميس فاليو للجهد والأراميس فاليو للطيار الكهربائي إذن هنا ألاحظ عندي هنا ذي أراميس ضارب آي أراميس سوف نسمي هذا الترم وهو الضرب بين الأراميس فاليو للجهد والأراميس فاليو للطيار بكوفيشن اسمه S هذا الأس سنسميه الابيرنت باور وحدته الفولت امبير وإذن هو الضرب بين الأراميس فاليو للجهد والطيار الكهربائي وبالتالي كتبنا الأفريش باور بثلاث معادلات هذه المعادلة الأولى هذه الثانية عن طريق الأراميس فاليو وهذه الطريقة الثالثة لأفريش باور عن طريق إدخال الأبيرنت باور إذن ألاحظ هنا بعدما كتبنا الأفريش باور عن طريق الأبيرنت باور إذن الأفريش باور ماذا تساوي هي قيمة الأبيرنت باور ضرب كوساين الفرق بين زاوية الجهد وجاوية التيار الكهربائي سنسمي إذن هذا الكوساين تيتا في ناقص تيتا آي سنسميه إذن بالباور فاكتور ليس له وحدة إذن الباور فاكتور بي أف هو ماذا هو قيمة الأفريش باور قاسم قيمة الأبيرنت باور إذن الباور فاكتور يساوي كوساين الفرق بين زاوية الفيز أنجل للجهد وللتيار الكهربائي كذلك هذا الباور فاكتور نستطيع استخراجه عن طريق كوساين الزاوية لمن للوود إمبيدنس هذه الزات مكتوبة في الفيزر مدامة مكتوبة في الفيزر إذن فلها إمبليتيود ولها زاوية كوساين هذه الزاوية هو الباور فاكتور إذن الباور فاكتور سوف نقوم باحتسابه لثلاث أنواع من الأحمال أولا لو كان عندي بيور ريزيستيف لود نعرف البيور ريزيستيف لود أنه زاوية الجهة تساوي زاوية التيار الكاربائي وبالتالي هنا الكوساين هنا عندي يساوي واحد وبالتالي الباور فاكتور إذن تساوي واحد يعني البي تساوي اس الآن بالنسبة ل سوركت بيور اندكتف لود هنا نعرف أنه ورأينا هذا في المحاضرات السابقة أنه الفرق بين زاوية الجهد وزاوية الطيار الكاربائي هي تسعين ديجري وبالتالي إذن هنا الباور فاكتور سوف يساوي سفر وبالنسبة ل حمل يكون بيور كباستيف لود الفرق بين الزاويتين هو سالب تسعين ديجري وبالتالي قيمة الباور فاكتور سوف تساوي سفر إذن نرجع للحالة الأولى سوركت يكون بيور رزيستيف لود قلنا أنه زاوية الجهة تساوي زاوية الطيار وبالتالي قلنا في السابق أنه الفولت والكارنت إن فيز فهنا الباور فاكتور ماذا يساوي يساوي واحد أما بالنسبة لسوركت بيور اندكتف لود وجدنا هنا أنه الباور فاكتور يساوي سفر ونعرف جيدا هنا أنه التيار الكهربائي لاغ فورتج وبالتالي نسميه لاغينج باور فاكتور أما بالنسبة لدارة كهربائية تكون بيور كاباستيف لود نعرف أنه التيار الكهربائي ليدز فورتج يعني يأتي بعد التيار الكهربائي وبالتالي نقول أنه عندنا ليدينج باور فاكتور على عكس الحالة للبيور اندكتف لود عندي هنا التيار يتأخر على الجهد وبالتالي نقول عندي لاغينج باور فاكتور وإذن هذه الثلاث حالات للباور فاكتور ل بيور ريزيستيف لود أو بيور اندكتف لود أو بيور كاباستيف لود وقلنا في الحالة الأولى أن الباور فاكتور يساوي واحد في الحالة الثانية والثالثة يساوي صفر ويسمى في الحالة الثانية نقول لاغينج باور فاكتور أما في الحالة الأخيرة فنقول لدي باور فاكتور لماذا؟ لأن الطيار الكهربائي ليد وولتج ترجمة نانسي قنقر